مدينة شبكينو في مقاطعة بيلغرود باتت جزءاً جديداً من خط المواجهة مع وصول الحرب إلى اعتاب روسيا تحول يرعب سكان الحدود ويحيل القصف العنيف المجهول حياتهم إلى فوضى الآلاف نزحوا طوعاً وكرهاً من شبكينو المدينة التي يقطنها نحو أربعين ألف نسمة وتقع إلى الشمال من بيلغرود وتبعد عنها بنحو خمسة عشر كيلومتراً معظمهم نزح إلى عاصمة الإقليم تاركين وراءهم كل ما يملكون لقد أصبحنا لاجئين لقد كانت شبكينو مدينة جميلة عايشنا هناك بسعادة طررت لمغادرتها ولحسن الحظ رحبوا بنا هنا بالسيارات والقطارات والحافلات تجلس سلطات السكان إلى ملاجئ مؤقتة وإلى المساحات الرياضية البعيدة عن الحدود بينما يفضل آخرون الرحيل بمفردهم إلى مدن أخرى في العمق الروسي في بيلغرود وحدها تم تسجيل أكثر من أربعة عشر ألف نازل أعتقد أن هذا العدد سيتزايد كنا نتوقع هذا وكنا على استعداد له وقد تم بالفعل إنشاء مراكز للمساعدة مشاهد قصف المباني السكانية المكثف على المدن الحدودية الروسية لا يختلف كثيراً عن واقع المدن الأوكرانية سيناريو ربما يعيد رسم المواقف لدى بعض الفئات في روسيا نحن في مقطة تحول الآن عندما بدأت الحرب عرضها قلة ولكن بعد أيام من القصف على حدودنا بدأ البعض تغيير رأيهم اعتقدت دائماً أننا على حق وأن حكومتنا على حق في أخذ منطقة دونباس لكن روسيا بحاجة إلى القيام بذلك لحماية أراضها أصبح من المستحيل تجاهل الحرب في بيلغرود ففضلاً عن أصوات الانفجارات والانتشار العسكري الكثيف يضيف النازحون عبءاً جديداً على المدينة البيضاء وسكانها ترجمة نانسي قنقر